مرحبا أصدقائي وأهلا بكم في الجزء العاشر من قراءة النبي لجبران خليل جبران الدين ثم دنى منه كاهن شيخ وقال له هاتي حدثنا عن الدين فأجاب قائلا وهل تكلمت اليوم في موضوع آخر غير الدين أليس الدين كل ما في الحياة من الأعمال والتأملات أليس الدين كل ما في الحياة مما ليس هو بالعمل ولا بالتأمل بل غرابة وعجبا ينبعان من جداول النفس أبدا وإن عملت اليدان في نحت الحجارة أو في إدارة الأنوال من يستطيع أن يفصل إيمانه عن أعماله وعقيدته عن مهنته من يستطيع أن يبسط ساعات عمره أمام عينيه قائلا هذه لله وهذه لي هذه لنفسي وهذه لجسدي فإن جميع ساعات الحياة أجنحة تلافرف في الفضاء منتقلة من ذات إلى ذات وإن من ينظر إلى فضيلته نظرته إلى أفضل حلة يلبسها فالأجدر به أن يسير بين الناس عاريا لأن الريح والشمس لا تمزقان بشرته وكل من يقيد سلوكه وتصرفه بقيود الفلسفة والتقليد إنما يحبس طائر نفسه الغريد في قفص من حديد لأن أنشودة الحرية لا يمكن أن تخرج من بين العوارض والقطبان وكل من يعتقد أن العبادة نافذة يفتحها ثم يغلقها فهو لم يبلغ بعد هيكل نفسه المفتوحة نوافذه من الفجر إلى الفجر إن حياتكم اليومية هي هيكلكم وهي ديانتكم خذوا السكة والكورة والمترقة والتنبور وكل ما لديكم من الآلات التي صنعتموها رغبة في قضاء حاجاتكم أو سعيا وراء مساراتكم ولداتكم لأنكم لا تستطيعون أن ترتفعوا بتأملاتكم فوق أعمالكم ولا تقدرون أن تنحدروا بتصرفاتكم إلى أدنى من خيباتكم وليرافقكم جميع معارفكم من أبناء الإنسان لأنكم لا تستطيعون في عبادتكم أن تحلقوا فوق آمالهم ولا أن تضعوا ذواتكم إلى أحقر من يأسهم وإن شئتم أن تعرفوا ربكم فلا تعنوا بحل الأحاج والألغاز بل تأملوا ما حولكم تجدوه لاعبا مع أولادكم ويرفعوا أنظاركم إلى الفضاء الوسيع تبصروه يمشي في السحاب ويبسط ذرعيه في البرق وينزل إلى الأرض مع الأمطار تأملوا جيدا تروا ربكم يبتسم بثغور الأزهار ثم ينهض ويحرك يديه بالأشجار الموت ثم قالت له المترة نود أن تحدثنا الآن عن الموت فقال لها إنكم تريدون أن تعرفوا أسرار الموت ولكن كيف تجدونها إن لم تسعوا إليها في قلب الحياة لأن البومة التي لا تفتح عينيها إلا في الظلمة البومة العمياء عن نور النهار لا تستطيع أن تنزع الحجاب عن أسرار النور فإذا رغبتم بالحقيقة في أن تنظروا روح الموت افتحوا أبواب قلوبكم على مصرعيها لنهار الحياة لأن الحياة والموت واحد كما أن النهر والبحر واحد أيضا ففي أعماق آمالكم ورغباتكم تتكئ معرفتكم الصامتة لما وراء الحياة وكما تحلم الحبوب الهاجعة تحت الثلوج بالربيع هكذا تحلم قلوبكم بربيعها لذلك فلتكن ثقتكم عظيمة بالأحلام لأن بوابة الأبدية مختفية فيها أما خوفكم من الموت فهو أشبه بارتعاش الراعي الواقف أمام الملك الذي يريد أن يرفع يمينه فوقه لكي يكرمه وينعم عليه بوسام الرضا والفخر أفلا يفرح الراعي مع ارتعاشه لأن مليكه يقلده وسام الشرف والرضا؟ ولكن ألا يشعر مع ذلك بارتعاشه وخفقان قلبه؟ وهل موت الإنسان هو أكثر من وقوفه عارياً في الريح وذوبانه في حرارة الشمس؟ أم هل انقطاع التنفس غير تحرير النفس من دورانه المتواصل لكي يستطيع أن ينهض من سجنه ويحلق في الفضاء سعياً إلى خالقه من غير قيد ولا عائق إنكم لا تستطيعون أن تترنموا بالأناشيد حتى تشربوا من ماء الصمت ولا تستطيعون أن تباشروا الصعود إلى الجبال حتى تبلغوا قننها ولن تقدروا أن ترقصوا حتى تتسلم الأرض جميع أعضائكم الوداع وكان المساء فقالت العرافة المترة مبارك هذا اليوم وهذا المكان الذي جمعنا بك ومباركة روحك التي خاطبت أرواحنا فأجاب وقال وهل أنا التي تكلمت ألم أكن أنا سامعاً نظيركم ثم نزل من درجات الهيكل ومشا فتبعه الشعب بأسره وظل يجد في سيره والشعب يلحق به حتى وصل إلى المرفأ فصعد إلى سفينته ووقف على ظهرها حينئذ رفع صوته والشعب ينظر إليه وقال لهم يا أبناء أرفليس إن الريح تأمرني أن أفارقكم وما أنني لست كالريح عجولاً فإنني مرغم أن أطيع أوامرها لأننا نحن الهائمين الذين ينشدون أبداً أشد الطرق وحدة لا نبدأ أعمال نهار ما إلا عندما نفرغ من نهار غيره ولا يجدنا شروق شمس حيث تركنا الغروب الذي تقدمه لأننا وإن نامت الأرض مستيقضون نوالي مسيرنا نحن بذور نبات غريب عجيب وفي بلوغنا واكتمال نمو قلوبنا قد وغبنا منحة للريح فتفرقنا على وجه الأرض هنا أصدقائي ينتهي الجزء العاشر من قراءة النبي سيكون في الجزء الموالي نهاية الكتاب بأكمله حيث نتم جزء الوداع إلى اللقاء